بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطورات دراماتيكية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية بوتين من جهة يعلن ضم أربعة مقاطعات أوكرانية بينما تقوم أوكرانيا بتحرير مدينة استراتيجية ماذا يحدث هناك يكتب ندرة إرسنال الكاتب الصحفي التركي الشهير تحت عنوان تفاصيل الصراع الروسي الأوكراني للإلمام بآخر المستجدات على الساحة الروسية واستشراف المستقبل كونوا معنا حتى النهاية يقول ندرة إرسنال الجزء الأول الأزمة عندما تقرؤون هذا المقال سيكون الاتحاد الروسي قد ضم رسميا أربع مناطق أوكرانية كان قد احتلها وأصبحت تلك المناطق الآن رسميا تتبع لروسيا يكمن الموقف التركي من القضية فيما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردغان حيث قال إن تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل كنت أتمنى حلا بالطرق الدبلوماسية بدل الاستفتاء يمكننا القول إن الموقف من تلك القضية مشترك لدى الغرب فمنذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها روسيا عن قرار الاستفتاء كانت التصريحات الصاخبة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والناتو والأمم المتحدة تجتمع على نفس الموقف ولا شك أن هناك فرقا بين المشاكل التي تطرحها تركيا ومخاوف الغرب من تلك القضية فنجد أن أنقار مستاء لأن إمكانية السلام في هذا الطريق ستكون أكثر صعوبة كما أنها تواجه حساسية لاحتمالية استمرار هذا الصراع وامتداده إلى تركيا يتابع ندرة إرسنال وهذا السبب وراء اجتماع أردغان مع بوتين قبل يوم من حفل مراسم ضم المناطق الأوكرانية على الرغم من أنه يعلم بأنه لن تكون هناك نتائج من ناحية أخرى الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للغرب ولسيما الولايات المتحدة الأمريكية يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب خدر المستطاع بهدف إلحاق الأذى بروسيا وتركيعها تماما يقوم الغرب بذلك عبر دماء دولة أخرى أي حرب بالوكالة أما الجزء الثاني حسب أرسنال وهو المواجهة فأصبحت الأراضي الروسية أوسع نطاقا الآن وأي هجوم ضدها سيعتبر بمثابة الهجوم ضد الوطن الأم وسيدافعون عنها بكل الوسائل المتاحة لديهم لقد تبين أن هذا الوضع ليس خدعة يمكننا تحليل هذه المرحلة من خلال قراءة الصطور التالية التي كتبتها في مقالي الذي نشر بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول الفائت يتابع أرسنال عندما ينتهي الاستفتاء وتقره روسيا وتضم المناطق الأربعة المعنية إلى روسيا ستنتهي المسألة بالكامل لا توجد هناك خطوات للعودة للوراء وأولئك الذين لديهم مشكلة مع ضم تلك الأراضي سيكون بانتظارهم 300 ألف جندي وسلاح نووي ويتضح لنا أن مسألة الضم والاستفتاء ستخلق واقعا سياسيا وجو سياسيا جديدا فما الواقع الجديد يتساءل أرسنال كان الغرض الحقيقي من الخداع الروسي والتهديدات النووية والتعبئة العسكرية الجزئية والاستفتاء وضم المناطق الأوكرانية هو القضاء على الحرب بالوكالة لا يمكن أن يكون هناك وكيل للحرب النووية المقال المنشور في تاريخ 28 سبتمبر أيلول الفائت لقد قرأتم هذه الصطور في مقالة السابقة يتابع أرسنال ولم تكن هناك سوى دولة واحدة أدركت أبعاد هذا الصراع بمختلف أبعاده وهي تركيا التي وصف رئيسها أردوغان ضم بعض المناطق الأوكرانية إلى روسيا بأنه يجلب المشاكل خلال تصريحاته عن استفتاء ضم مناطق أوكرانية من جهة أخرى سأنشر قريبا مقالات تسلط الضوء على البعد الخاص لتلك الأزمة العالمية بالنسبة لتركيا ستقرؤون وتسمعون الكثير من الآن فصاعدا يتابع أرسنال الجزء الثالث المخاطر الكرة الآن في ملعب الغرب والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف ستكون ردد فعل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لهذا الواقع الجديد لم يعد يهم ما إذا كان العالم سيعترف بتلك الأراضي التي ضمتها روسيا لأن في وضع التجاوز ماذا سيحدث إذا كنت لا تعترف بتلك الأراضي إذا أقدمت على أي خطوة سيتعين عليك تحمل المخاطر النووية إنها مسألة خطيرة وبعد صمت طويل قالت المستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل يجب أن تأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد ويجب عدم صرف النظر عنها على أنها مجرد خدعة والتعامل معها بجدية ليس بأي حال من الأحوال علامة على الضعف أو الاسترداء ولكن التعامل معها يعد علامة على الحكمة السياسية يتابع أرسنل إن المخاوف الكبيرة للعديد من العواصم الأوروبية بشأن استمرار الحرب قد لا تجد الرد من واشنطن ولندن والأسوأ من ذلك أن رئيسة الوزراء الجديدة تولت منصبها في بريطانيا ورأت التهديد النووي الروسي وأطلقت تصريحات سيتم استخدامه إذا لزم الأمر الجزء الرابع حسب أرسنل ماذا سيحدث لنظام مير الروسي؟ الآن بعد أن تعلمنا أن كلمة مير تعني العالم باللغة الروسية حيث كان نظام التسديد المصرفي الروسي مير الأداة الاقتصادية الوحيدة في العالم وقد تجاوزت جدار العقوبات الواسعة المفروضة على روسيا يقصد مير استخدم من قبل البنوك التركية والسياح القادمين إلى بلدنا وتخلت البنوك الخاصة ثم البنوك العامة عن هذا الاستخدام وهناك الكثير من التساؤلات حول دراسة طرق جديدة وأكدت موسكو أن البنوك تخلت عن استخدام نظام مير المصرفي نتيجة لضغوط أمريكية شديدة وغير مسبوقة وأشارت إلى أنها تتفهم موقف تركيا كانت مسألة نظام مير المصرفي مرتبطة أيضا بخطاب التحذير الذي أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية إلى سلسلة من شركات ومنظمات تجارية في تركيا إنها الحقيقة ولكن رغم كل تلك الإجراءات فهناك دلائل تؤكد وجود أمور ستحدث في المستقبل يتابع أرسنل وفي هذا السياق يمكننا رؤية أبعاد تلك المشاكل من خلال ما قاله الكاتب التركي سليمان سيفي أغون حول تلك المسألة خلال مقابلة على برنامج تلفزيوني على قناة تيفي نت بتاريخ 20 سبتمبر أيلول هناك بعدان الأول هو الميدان حيث يمكن لروسيا بعد ذلك أن تصبح أكثر صرامة وتبدأ قصفها المدمر وتعود إلى وحشيتها التقليدية التي امتنعت عنها حتى الآن لأسباب سياسية ويمكن مواجهة ذلك من خلال هجمات الناتو على الأراضي الروسية وسنرى ما سيحدث بعد ذلك البعد الثاني هو البعد السياسي حيث يمكن أن تنشأ أزمات تخص تركيا والتي من شأنها أن تولد ضغوطا كبيرة عليها وتدخل هذه المسألة في جدول العملية المؤدية إلى الانتخابات وذلك سيعني في أبسط أشكاله أن سيشكل ضغطا يظهر على شكل اختر بصف من أنت إن مشاركة أنقرة في خطة تضييق الحصار على روسيا وخنقها بالكامل وامتثال تركيا الكامل لجميع العقوبات الغربية بما في ذلك مسألة البحر الأسود هي عملية من شأنها أن تدمر العلاقات المعقدة بين روسيا وتركيا وإذا لم يتم قبولها قد تتطور إلى صراعات ساخنة في بحر إيجا وسوريا فتفجير خط الغاز الشمالي قد يشكل تهديدا لخط الغاز التركي وهذا ما يعد دمارا اقتصاديا يزعزع منطقة القوقاز وأوراسيا برمتها يبدو أن هذا الأمر ليس صارا أليس كذلك يتساءل أرسنل هذه هي النهائيات الطبيعية لقد وصلنا إلى هذا الحد لكن لا تتخل عن الأمل لأن فترة تهديد تركيا ستنتهي مع الاختيار الصحيح في الانتخابات القادمة لذلك لا تخطئوا في اختياركم بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى هذا الاستعراض المهم وتناولنا تفاصيل الصراع الروسي الأوكراني كما ذكره ندرة ارسنل الصحفي التركي الشهير متابعين الأعزاء لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة